موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم نمة بلدنا مرحبا بكم كثير في نمة بلدنا وبتهتم هذه الحلقات بالتوثيق لكافة البوادي في كافة أنحاء السوداء بصدافة الشعراء والتحدث أكتر عن المناطق وعن البيئة وعن إنسان المنطقة اليوم نحن في ضيافة ديار شمال كولدفان وبادية الكبابيش ولتنوع فنون الأدب الشعبي في المنطقة باختلاف القبائل طبعا والعشائر وحتى نطقة الأنسان المختلفة نحن نقرب أكتر ونحاول نوثق من خلال نمة بلدنا لبادية الكبابيش وسعيدين جدا في المساحة ديكم معنا شعر الأستاذ عضل الله أحمد علي إدريس مرحبا بك كثير يا مرحبا بكم أنا وسهلا هل مرحبا بك كثير ومعنا أيضا صاحب الدار أستاذ عصام الترابي المهتم بيئة الأدب الشعبي مرحبا بك كثير أهلا وسهلا مرحبا بك كثير تعدد القبائل واختلافها حتى في عاداته وتقاليده وألسنته وأكيد كثير من التفاصيل حتى وإن كانت صغيرة بيخلي فيه تعدد أيضا فيه الأسلوب الكتابات والشعر وغير من الأشياء المختلفة المسادير والكتابات وثقت لهذا الاختلاف والتعايش أيضا فيها ويخلي فيه ردق أيضا لنسيجة الاجتماعية في المنطقة بقدر التعدد والاختلاف نعم الاختلاف ذاته إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب والقبائل اللي تعارفوا القبيلة دي ذاته وحدة من وحدتها بين المجتمعات والشعوب والأمم كده وهي وحدة ضرورية يعني الاختلاف ذاته ضروري لأنه الإنسان لو كان يعني بيشبه بعضه ما كان بتعرفه عبد الله من عصان فلازم ربنا يخلي الجبائل مختلفة ولازم يكون في ألوان مختلفة وأطوال مختلفة حتى بصمة الإنسان تختلف من أخوه الإنسان حتى لو كان توأمه وصمة الإنسان تختلف دي كلها وسائل بتاع التمييز يعني مثلا الحيوانات مثلا لأنه الناس ما بيقدروا يعرفوها بأشكالها بميزوها بوسم فالإنسان طبعا لا يمكن أن يوسم يميزو شكله يعني الحقيقة أخونا عبد الله وديدريس من الشعرة طرقوا مجالات بالأدب الشعبي يعني حمل الوحدة الأساسية للدوبية اللي هي الربعية وتطوف بها في مجالات حديثة لم تكن مطروقة أنا كنت أتمنى أنه يعني يعني هو عنده أمثلة للمجالاتها الخير المطروقة بأنه ترك مجال مثلا جمعة ذهب التقليدي اللي يصبح مهنة الآن في السودان لكن عنده قصيدة نادرة جدا وجميلة تحدث فيها عن ظهيرة الطريان والاستبداد السياسي والزعام أدي موضوعات ذكرتها أستاذ عصام كلها نحن نتناولها الجوانب المختلفة ويعني مواكبتها من خلال الشعر ولكن المحور البديناه معاك اللي هو عن التعايش الشعريت لو فيه قصيدة نحن نسمعها من خلالك تعايش هالقبائل في منطقة واحدة نعم يا فعلا التعايش برضو الشعر طرقنا بابه وساهم كثير في حلل بعض العقد يعني كان مؤخرة ظهرت نزاعات كثير في نهالي وكان فيه تبادل شعري بين يعني من هنا ومن هناك فأنا قلت قصيدة اسمها التعايش الأهلي وبعدها يحترمون أخواننا الشعر الكتر خيرون كثيرة اللي كانوا يعني يتنازعوا في الحدة فكانت يعني مسابة فيصل في الموضوع قلت فيها ينغابت الحكم والعكس حل أبدالها بيجي المسلة اللي بيقول لي كلهم زوالة المطروحة بيناسة ورواسة جبالة هي بتبقى وبيطرحها كل روز روح وعمالها سحابة الصيف قدر ما يبقى مطرب زول ويفترض الغدب ما يفوت على المعقول يا من عقدة والناس اللي قولها حلول تفن الفانية لكن السمع بالطول تبادل الألسنة وشتم الكيانات حار واكبر منه حق الحنيف والجار داب الدنيا ممشى والنهاية الدار حق نقدم السمحة من القستار ما بيشكر الشرسي دا الأضرار قالوا اني المنابع والحريقة شرار انخلط الصفوف من أوجها وعمار بتستوطن عواصف وبرحة الاستغرار نسيجا بالقرون وعراف كتار بالضيع دين دقت طبول الحرب وقمنا جميع ترجمت السكات وتعمد الترفيع تعني دراكنا للخطر الكبير ووسيع وإلا من البعض في صمتنا المقصود ما جاي من فراغ شايف الحبي المشدود أملي وأمنياتي ونهجها المعهود تنهزم الخلافات والطرابط عود أملي وأمنياتي ونهجها المعهود تنهزم الخلافات والطرابط عود أنا رأي المحن ما يطبلوه لها السادة قاصد كافة الأطراف قواعد وغادة الداخل له موضوع والله ناوي مكادة ما ينسى المسل نار الفتن والقادة شينجد والخلافات والنزاع والعوة مهما نختلف بتلم منادى محوة رغم الخيط معقد للجميع ملوه لكن قولي حلل البندقية نسوه أنا رأي المدمدم تاني كلهم فره نطاوع العاقل القابض السنون فوق مره نتناصح نقول موضوعنا على نفس الره حدز المصلحة هو هل النواية يقره كاللل الأرض يبيل موجودة شينجدالها وكالل الموية كل الأمة محتاجالها إنهدت النفوس وتغير الفيبالة تارس ما عليها الأرض وهي في حالة يا من أمة انخلة الأمم قبالة ما بتتحدد الدنيا وطموحها مالا أنا رأي الكبايل بادية وحلالة تنبز نبرة العنفة بفتة وصالة وأما الناقب يسوي العوج معروفة صناعة كوارث مهجرة ومجروفة تلك أحداث طبيعية ويمور مالوفة لات عن النظارات سلطة المخلوفة بيوت السلطة أكبر من نزاعه شكاوي قادر يتجبر المكسور وقادر يتداوي قبل ما تربط الغمم صواقعه خاوي ينكفه السواعد الحلل ما بقاوي صفصفت الضماير حاجسة وتخمينة ديل بتغنن الأعراف وديل بالصينة كتر الململة وقدر الوجوه وجبينة هدت سابتة الوحدة ونسف تامينة وأما الشعر دورهم في القبائل الهام لسان حاله اللي بيجسد كافة الإعلام الفهم اللي بيقدم سيده لا قدام نبقى عليه ما تبقى الحكاية كلام وقت الداعي يدعو والمصطر يكون ندقادل بتلاب تنكبار وقرون جرح السيف قدر ما يبقى أمرو بهين على الجرح اللسان ديم تدهر طاعون القاسدنه من ناخر نواي ضميرنا واضحا يفسروا الجمهور قبل تفسيرنا أصلا باختصار القصة في تقديرنا أصغر من تأرغ زهنا وتفكيرنا الناس بالحكم حلوا الكبار وقواسي والبسع السفل لازم بحوره مراسي النظر الطويل والمنهج المتواسي يطوين كل موضوعا وراه إحساسي أربعة في الختام لا بد من نحلن ألمن والتناحر معضلاته يولن اتبحن تعايش والشكوك تخلن تاني الواسع بالشينة والسروجن يبدلن تكامل تعايش نعم ولسا هتواصل معاك أستاذ عبدالله وديدريس وحتى ما أذكر أستاذ عصام النقاط سنرجع ونسمع عنا كثير من القصايد والمسادير ونشوف كمان عرضة جديدة وغنية كمان جديدة ونرجع لكم مرة تانية نمت بلدنا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة سمعنا منك مزدار وأيضا عندك ربعيات في الجانب دي نعم نواصل في نفسه إن جار الزمن وتأزم الموضوع بلقي يقين نسابه تروسنا ما بزوع مهما تكبر الآلام جروح ودموع يبقى الأمر نافذ والغدر مشروع الأغدار مسطرة والأمر محسوم والغرقان ما بتمرق قدر ما تعم في دار الفنل فيها العمر ما بدون مهما يقعد القاعد مصيره يقوم قبل الجاهلية وبعدها ولسه بيجتمع الأكابر بعد كل نزاع في الواعي البخيط في الملانة طماع زي ما الآخرة دائرة الدنيا دائرة وداء الساحة الجبال جامعانة عد ومراعي كيف نخرب جميلها وننقلب لها فاعي البلد إن خطط عقلا ميفكروا واعي باستوطن جفايا أصله ما ليداي جارك بيت وبيتك وزاملتك زاملتو بتلوم ونجفاك وبلومك إما حملتو كان عايا بعيد ولفي ضميرك شلتو العوج التصرف ما هقاسي عدلتو الإنسان قدر ما يعلى شانه ضعيف وينجاب النعام لا بالدخيل وتقيف كتارنا السطوة راحوا نجينا للتصنيف بضل الواحدة البيت كل داب بكاليف قريت للحارس ابن عبادة أعلى مثال احتزل البتفن الصف نياق وجمال رغم المحنة كانت في جبين وجبال عتق الفارس المالي الجزيرة كتال موعب الكتال رغم الترفع منه لكن الكتال بين اللهل كيفنه كان طاوح طرى إبليس وتابح سنه بتفقد العزيز والليك بتاعدم حنه ما تهمل البجيك في الدنيا خير وتعاسى شيل همال متندلس ومتاني كباسى شاور العقل وغافر واشتغل بإدراس الصبر الشدة عند الأغلبية فراسى الخيل دون سروتين باحتباره عادي وينجابوا الدروع بالشعوة الكان هادي أحزر في عقاب الصيف نزول الوادي انكتره ما بيتعوم والويحيت كلامه هلربه المحزوم مهما يتعب الفالح ويقدر يقوم بيقيف عرزه ما بيتجاوز المكسوم حل الحكمة عند الواعي ما بيتقسى والفازع ببيت فوق دربه كانت مسى الطايع براجب دا الرسم بينكسى والسر اللي بيقوم من سيده ما بيندسى لسه نحن هنشوف كتير من الموضوعات اللي اتناولتها في قصايد وفي المرابيع ومن بادية الكبابيش نحن هنمشي فاصل قصير إن شاء الله هنتواصل من بعده في نمة بلدنا أهلا من جديد ولسه نحن متواصلين معاكم من بادية الكبابيش والحديث عن موضوعات يمكن قدم لينا أستاذ عصام الترابي وتناولتها أيضا في كتير من المسادير عندك أستاذ عبد الله والديدريس ومنهم مزدار الدهب وأكيد بيكون في كتير من القضايا والموضوعات المتعلقة ببادية الكبابيش اتناولتها أيضا في المسادير والمرابيع فتكلمنا الدعوة أو الخلاكين تكتب في الحائد أو تتكلم عنه نعم الضهب سروة طبعا ظهرت في العديد من مناطق السودان وعندنا برضو في بادية الكبابيش والناس ترزقت منها كتير وكلنا اشتغلنا في المجال ده أثرت على الناس وغيرة الحياة أثرت وغيرة الحياة النمط الاقتصادي تكسبهم لي لا لا غيرة الحياة توتل يعني وصلت ناس محلات بعيدة فالحمد لله كلنا اشتغلنا في مجالها وترزقنا فيها وكانت نوعين طبعا الضهب بالأجهزة اللي هي فوق سطح الأرض والحفرة اللي هي أبار فقلت ونحن من رتب في مورنا عشان نمشي أول ما ظهره كان في الركن الأخير الشمالي للبادية اللي هو منطقة خلاوية راهب وتقروا راح ادي أثار الفراعنا أيوة ودعة مناطق يعني كانت خلاوية بعيدة أول ما ظهر ظهر في المناطق ديك لكن تاني انتشر في كل الناس ونحن نرتب للقيام قلت أزودنا بعد أيماننا أمل أحتاد حتى نجينا للخبري ونظام الزاد طالبين من غنيا مستعان وجوات كاف للكون جميع بيل فيه حي وجماد مرقنا الليلة فازعين البيوج مو داكن قاصدين سافي لفريغيا وخلال مطراكي كانت فنجر الجبل المحيف وماكن السوق واردو بتعب والليوب بالتاكن طوطون الفيافي الحازمها العتمور حتين كندو الجبل البعد مجرور بالطبق البغط الصافي والمنقورة تعشوا الجماعة وهاجم الصنقور نمنا الليلة بايتين فوق كنوز وخزاين يبقي يتواجج الناغر محل ما نعاين الصيد قجت آيتنا وحدانا روايا نحوا نرصع الشنحيب قبل ما يباين حديث الأجهزة ووجوة صناح تلبوم من أتربها الناغر محل ما نقوم الصحراء الغير مغامر فيها زول ما بحوم فصلنا لها زي لونها ورمالها دوم الصيد جاب تضاريسه ورواي عبداعه إطراح الرمال وتستغر وضاعه اللي سدر البورصة وصمت في مباعه وخلانا الهويد ما بيم لروسنا وساعه دولة بن علي الصنع الربيع سوارها فالتشناه هي والنيجر الفي جوارها عتاميرا بيقي يجيب القروش حجارة عندنا خبرة في طلوحها ومقاس لعبارها يمسي علينا كاتف العج ويصبح لاوي ويما نوجه الجبال محيف وحاوي الفوفة اللي بيفك من الشمال ليه خاوي ناوينا نحديب لها الهند زي موناوي لواندينا المثل داكنا الغمامة الحيف وللبي تواججي ندقش الغروب والريف غير علو وخل المطروح أمامنا الضيف نواشف زادنا وينفك الهوام نتكيف صوت الأجهزة وحس الرويني الساربي تواجناب وجولتنا محظوظا كاربي بالبوم البجيبروس السموع الهاربي نبعد وتقرب أخبارنا البقة من الضاربي قراد ودعفة تشناه حجر وسفافي هاجمناها بالليل النهار مو كافي الصحر الهويتة يبتب العنافي مشطناها بالطبقة الجهاز وقيافي طبقا عنده حزامي وسمامي عراس اتغتم تقول فوق الخليه انحاس بالعزم انقرون والبوكل نبو دراس واتعب الجبل ووقتين هاجموا الناس ايصي جابلو خيرات انكتار وخلايا ناس اصرفوا وناس بلغوا فوق الغاية سند ناس انكتار قبال ضعافوا معايا لكن البعض طلعت قروش ودعايا قبال الضهف في خزائن التجار لكن تاني علكا نرحل الحجار درب العجن في الفوق الثلاثين جار مخلي السخرة زي فور مايكة النجار راهب كلها وتقروا العجوز حمناها بقينا شمال تشاد وكفرة فيه حمناها على اللي بيسمحين امات خدود سمناها مخاطرا تبلع الزول بالعرض حمناها نور الكفرة بنشاف من محل خيامنا حاد بيلي القروش مو بيه سهولة قيامنا في الرمل لمعجاج متغبريني اللا قدامنا ملحوقة الحقابة التنجطة القدامنا لابسين لبسة الصحرة وعمم سوار الداير نقل بيه واسطة لأغمار جهوزية وتأخب وحالة استنفارها الرئيسي وحرامات عن وقود النار صندين في وجه محنا تشق الراس دوافئنا الطموح مو قصة تكلوا لباس طالبي منا الكريم ما درنا منا الناس وجود بيموت عترزق البراح والراس ونستنا الخلايا وحظنا المم داقر البيح لم بتسمع عندو خبر الناقر رفق بريسو والاند اللي بيجي كان فاقر في الصحرة المرمش ناب ودافن عناقر لقيت في الصحرة فرسانا شموخ وجساير والبيل فيها شارف حدوب وراتع غفاير فيها البلبسنهم ماتخدود ومساير وفيها البشبهن رقب وعيون وضمائر حور الوادي جي نمرت تبلو عبورنا نمنا الليلة حاضنين السلاح في صدورنا الفاني البتفع العوسة ما بيشورنا نقدل فيها وقبال ما دخلنا غبورنا روين تنشار في فوق عالي ومجازي هويته شافتنا ونزل شايلة ضريبة عقيته اللي تملك أعضانا وكبر تهديتا ما أخضي وصافة في الهاف والملامح وجيته يا رتا عط الصي الملبي ديديفك ذكرتينه سيد رقبه وعيونا كيفك ادتم صيدي منا الناس خريفك وصيفك ونحنا نجابنا نتخيل خدود في طيفك شاركنا الوحش في صي والصيد والف جرار قل نجبر الكسر القديم ومزالف زورنا ندارنا في الصحرام سمو من خالف من دبجل فوق روسنا وعلينا تحالف نحنا الصحراء عارفانا من عارف جورها كتير حمناها بالخابط اليبيس فوق زورها ضايق سروجنا ماخدة على المقلة دورها وضغنا مجفلين حمرا مشويش تورها دي جوزو بين الضهاب نعم عن الموضوع نعم مهم منه مخلت فيه محلات غاهب ويداي مجرور ايه ويداي مجرور ذاته اللي يغني فيه ابراهيم والصالح بس اي نعم يدي مجرور قطعناه عديل غربنا ولكمرا المنمر قاشه بيت كربنا أيوا مجرور كمان الحكم لو انتقلنا لموضوع اخر سيد عصامي يعني الحكم موجودة في كل البوادي وايضا كما في بادية الكبابيش شنون بيحرك الشاعر بيخليوه هو ينظم مرابيع ومزدار في الحكم الحقيقة يعني تجارب الشاعر في الحياة والمصطدامه ببساطة تفكير الانسان الاولي بيقوموا الناس يطويروا بحكم دي دي قواعد او يعني طرق بيت عملوا بيع مع بيئتهم حيث انه الانسان يستفيد من تجارب الاخرين فراكموا التجارب في النهاية تبقى حكم عشان الذول يمشي في درب ما يقع في الوقع فيه القبل فاخرنا الشاعر عبدالله وديدريس برع جدا ومن اول الناس هلقالوا الحكم في الشاعر يعني في الفترة الحديثة دي والاخوانيات برضو برع فيها جدا لا بأس إذا أدانا حاجة من كلام الحكم ده نسمعونه برضو قلت في الحكم قصة يوسف الشايل طناها الضيب كل ما مرة تتكرر صفة والترتيب الكور قندفة وعرضة وصباق وخبيب لكن الحواية بعزلولها النيب غدر الفانية ما بيتفادة مهما تحاول والضايقة القفر ما بيختنع بالعاول العوافة قبال الشراب بالزاول والليدين بيقيت ملوية كيف بيتناول البيت بتتعاون بنبني وبتضلل والليل بيكتفيه الفجر مهما فلل العمل الفيه يخلاص بالنجاح بتكلل إلا الحرم والإسلام محالي تحلل سمح البالمكارم دي محاف لمسيرته قصد العقله كامله بيشتغل ببصيرته المكسور ببين حد كان سليمة جبيرتها السرج شد وزول بنعرف مين جيرته الأخوان دين والله اللي دين أخوان دا المسلة البناسب كل ظرفه زمان السوق جوده والخيل بفروسه الميدان ما بيخشى الكواري الصاحب الأيمان الميزان بيقى يسوبه العبار مو زينة والتهراب قدره ما يكون تحق مطينة كل الخيله مسروجه ودكاكره سنينة يعرف حوى وادلي والليان ما همين الأجواد بخاف منه الفقر ما بخافه والجود برضه غير أجواد بفقد أهدافه عند العقله كامله ذكرت الله تافه سهلا مو صعب خمجة الكتير والتلاف العاقل طبيب نفسه شريعة روحه والفارس جبل قدر المحم ما تلوحه الحاجب الغمام لا بد منه وضوحه والراعي المضاع والرشد بيبين في سروحه القاصة الأتر بالنسبة للدوار ميطم من قدر ما يبعد المشوار الباني القزاز والشايلة الحجار بيساوي اليدع ويختلفوا في الأضرار البفتوا البمنع والبفت بيتمعها والدراق بكمل يهد وقت توعه المكزال مو ما بضره قدر ما دعه إلا الوالدين فو كل بدر انشعه العز في التواضع واليقير راسمال والبلمين مراح حين بصهر الجفال الريح بهالنبي والصحابة بلال غير هالزول بتلي بلا عتب الأحبال صلاة في الوجوه غرة وشعاع ومنارة نبقى عليها شيب وشباب نمن نتواره قبيل كان ملمحي طلبتها بالعبارة حقنا في الشريفة سياد محيل مزيارة القبة الشمال من كعبة المكسية لين عليها قلبة يرش وعندنا نية قبالة اللي ما عتلاوه في الطورية حقنا بصوابنا استثمر الحرية الصيبة أصله بفنه والعمر محسوب والبيجيه وخال فساق بيجيه كقروب العلامة عقلوب بالغيام مزروب ينقنب بحل المليو والمكروب ودى البيت قدر ما تغرب له الأيام متل السيف بتصهر مصنعيته قيام بيتا بيحجم أمه وضيوفه تيام دلب عناه في اليوم للملاني كلام التاريخ بورس كان سمح كان شيء والحاجب السقف ما بتعلى فوقه العين اليوم قالوا بيفزح سيده وين لا وين والأعمال بتصهر جودتهم بعدين أيوب صبره بدل باسه صحه وخير ويوسف فسر الأحلام سنابله طير برا البيرة المسمى الجبه غيره وغير صان عرضه عزيز عفه وسلامه السير ناس ليه ناس بتحفر وناس تفرش ورد لا بزيده الجري ولا بقله رزق الفرد الأسماه تتعظم تأمله سرد قلب النار على إبراهيم سلاما وبرد جلت قدرة المولى المصوره كافي أعظم نعمه في كون الرزق والعافي صاحب الرحمة هو كاف للجميع والشافي عسل لاقيه بيت أغوى وضميرا صافي يوم اللطي مطروحته ويطبك كونه وين بتوجهه لما بيبقه في عونه ما هو مخير الزول في مصيره ولونه لكن من فعاله بين خطاه وصونه شوفنا الدنيا بإلوانها الكتار وسمعنا مهما تحتنيبنا جمالها ما بيغنعنا قبال تلبس الحلة وتجي تودعنا علينا الرد بأعمالنا الكتار ووضعنا تغاليدنا وغيمنا الورسونا إياها نتمسك بهين مسكة وريس مو أجاه قصد سواب تلحق ما قصدت سواها وإن شاء الله البيانات بيلمين نملاها حومتنا العلي الدنيا وقعادنا الفيها إن طال وإن قصر لا بدها نخليها بدعد الليان بيمرها وحاليها حظت تم راويته وصدر ماليها سفر نسيده ما بي عشام عقف في رجوع غير عمل وقبال لا بشيل سلاح لا دروع كان بيوسع قبل نهاية الموضوع شيد منزل وقدام صواب وخشوع ويعالم دواخنا وخفايس دورنا حسنا الخاتم وصالح العمل في غبورنا طرح محانا في الدنيا وتيسر يمورنا نمشي كتابنا في يميننا وعفية طهورنا وداح كل الخلافات بيجفاها وشينا اللي بقى التكاتف سوروا بيننا وبينها قبل الدنيا من سد الدفادر دينا حقه عقونا تبصر في اللوايه عينا جميل الدنيا لكن اللهم الطاعة ليمن ليه تسييرها وقيام الساعة يوما فيه ما منملك غرار ومناعة منها الساعة بدور زودة وشراب وضاع يا سلام زودوا فإن خير الزادي التقوى نعم نحنا وصلنا لختام حلقتنا دي من نمة بلدنا من بادية الكبابيش شكرا لك كثير أستاذ عصام الترابي المهتم بالأدب الشعبي شكرا لك كثير الشاعر عبدالله أحمد علي الدريس وفي مساحة صغيرة لو حاب يتحيي كل الأهل في بادية الكبابيش التحية لكل الأهل في بادية الكبابيش وفي كل بوادي السودان التحية للولاية الأم وولاية شمال كردفان والتحية للوطن الكبير السودان وسعيد جدا والتحية عبركم لكل المشاهدين البرفة التواضع البرفة التعاون وارتباط الناس واليهدى الجماعي بدور صفوفه حماس العمل إن بقيت قاموا له بإخلاص بتحقق قدر ما تكبر الأحداث توحيد صفنا وجمع الشتات والخوة ديل بتوصل الناس للأمان والقوة بدل ما نمشي داخلين الغريق لا جوة حقنا بالعقود نستخدمي مروة السوق حامده رابحه وجودته الغومية بعد ذاك التعامل بصفات النية عبر الموهلات والأجهزة الرسمية تطاول عواصم في البنى التحتية العالم قرينا لواي حسما عنه شوف وتقدبنا به فعل الزمن مو خوف الصحف اليسوم مو زي نصاح اليوف والبنيان بشادة بعض زاوية وطوف شكرا لك كتير أستاذ عبدالله أحمد علي دريس ومنشكر كمان مشاهدين التابعونا اليوم في نمة بلدنا ونحنا كنا معاكم في تطواف من داخل بادية الكبابيش في كتير من الموضوعات المتعلقة بإنسان المنطقة حد ما نلاقيكم في أمان الله وحب سهل ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر وقرم疾 تمام بقدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة